دائماً نحن نقول أن القانون وضع لحماية المواطن ولا ضمان حقه فكيف إذا كانت القصة متعلقة بالبيع والشراء؟ أكيد وخلينا نقول أنه قبل بيع أو الشراء أو تملك أو استعجار أي عقار لازم يكون عند الشخص معرفة قانونية صحيحة ووعية أكثر عن الموضوع لأنه الأمر مو بساهل أبداً ممكن تفاصيل كتير صغيرة ومهمة توقعنا بمشاكل أكيد نحن بغينا عنها سمعنا كثير حالات تصفوا احتيال بهذا الموضوع لذلك لازم يكون في وعي أكثر بالموضوع سنحكي أكثر استفسارات عن الطرق القانونية لبيع وتملك العقارات بالقانون السوري مع ضفتنا اللي صارتها ضمن الستوديو المحامية رنادي بيساد صباحك أستاذة صباح الخير هايدي صباح الخير أستاذة صباح الخير رشاق صباح الخير رشاق اليوم أنتو بيعطلي قضائية كفي بريك يعني لا أنا وعنما استغلينا هذه العطلة تكوني معنا اليوم بحضرتك بشرفني هذا الشيء بيسعدني أكيد يا رشاق أهلا وسهلا بحضرتك عم نحكي اليوم عن موضوع للأسف سمعنا حالات كتير حالات نصب صارت بهاي الوصاص وفي ناس وقعت يعني خسرت ماديا خلنا نشرح أكتر اليوم شو هي الضمانات الأفضل بعمليات البيع والشراء هلا نحنا دائما لحتى بأي شيء منعملوا بالحياة بصراحة كمعاملات كبيع كشراء سواء عقار هلا أنا بدي أحكي اليوم عن العقارات بس بالفكرة العامة أنه أنا أي معاملة بدي أعملها معاملة رسمية فيها بيع فيها شراء فيها دفع مصاري يا جماعة مصاري 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 هلا سألوا خلوا الشغل قانوني لا تسمعوا من الناس اللي هني يعني بيكون فيه أعراف أحيانا بالمجتمع عرف والله أنا لما بدي روح أشتري بيت بروح عند المكتب العقاري فيه عقود بيعة متكون جاهزة مطبوعة بوقع أنا وبيحمل حالي وبمشي ما كتير بس اي والله بيكون ما بدي القصة محامي هذا الشي اللي بنسمعه نحنا ننوفر ننوفر بس بجوز نحنا نوقع بإشكاليات نخسر أكتر بكتير من الشي اللي نحنا كنا مفكرين حالنا من نوفره ورح أكون يعني هيك شوية عملية ومنطقية ما بدك تستشير محامي على عيني اليوم اليوم أي حدا بده يعرف شي صار بيقدر يعرفه فيك أنت تفتح على وسائل التواصل الاجتماعي على مواقع مضمونة طبعا على صفحات معروفة يعني أنه مثلا لمحامي أو لا استشارات بصراحة صار بمتناول الإيد يعني نحنا دائما مقول إي ما بدي وكل محامي مشاما عم قل لك أنا أفتاح وخود المعلومات القانونية مرجعية من كتب قانونية من محامي عن طريق النات من معلومات موثوقة عن طريق أن تعرف شو بدك تساوي قبل ما تساوي ولا تهرب من القانون لحتى توفر شي لأنه بعدين رح تدفعه بالمقابل أكتر بكتير هاي أول شغلة بدي أولا فنحنا اليوم بدينا نحكي عن العقارات مثل باتفضلتوا بالمقدمة عن بيع وشراء العقارات ليه فعلا أمر خطير لأنه عم تصير كتير إشكاليات السؤال أنه أنا لما بدي روح عشتري عقا شو لازم أعمل قانونا شو لازم أعمل حتى أحمي حالي لحتى أكون أنا بأمان ومضمون حقوقي أول شغلة بتعملها بتاخد رقم العقار اللي بدك تشتريه رقم العقار وتتأكد أنه العقار اللي بدك تشتريه فعلا هذا رقمه لحتى لما تنزل على نحنا عادة شو بيصير بيروحوا عن مكتب العقاري بيدفعوا العربون نحنا بالقانون اللي هو عربون هو رعبون متعارف عليه هذا الاسم في عقود عقد بيع بيكون فيه البائع والشاري مبدئي يعني بيناتون هو المفروض عقد بيع قطعي بائع وشاري بيوقعوا بيتفقوا على مثلا امتال الفراغ بيتفقوا على قصص معينة على دفع المصاري ومعاملة الفراغ ومعاملة هناك بيوقعوا العقار بعدين بيفرغوا يعني بمديرية مصالح العقارية هذا اللي هيك أول شغلة رقم العقار رقم العقار فعلا هذا هو رقمه تاخد رقم العقار بتنزل على مديرية المصالح العقارية قبل ما تعمل عقد بيع بتستخرج شي اسمه إخراج قيد عقاري شو يعني إخراج قيد عقاري إخراج قيد عقاري مثل بدي شبهها بهوية للعقار إخراج القيد العقاري حديث بنفس اليوم اللي انت بدك تفرغ فيه أو بدك تشتري أو بدك توقع العقار ليش؟ لأنه إخراج القيد العقاري ممكن يتغير الأشياء ضمنه فيما بعد ممكن يحط إشارات ممكن يصير فيه إشكاليات على العقار هلا بنحكي فيها بالتفصيل تستخرج إخراج قيد عقاري بتتأكد أنه هذا البائع وهذا يعني من هوية البائعين من أسماؤهم لأنه أحيانا البائع عم يكون عم يبيع شيء لا يملكه أصلا بدك تتأكد أنه العقار صاحب الرقم الكزا هو صاحب اسم فلان اللي هو فعلا بده يبيع بعد ما تستخرج إخراج قيد عقاري بتقدر بقى تعمل العقد وتتفق مع يعني كيف بصير آلية دفع المصاري الملاحظة اللي بدي قولها أنه خلي العربون صغير ما يكون مبلغ كبير بل كيصار إشكالية بعدين بل كيصار فيه لأنه بعدين لما ما بتم عملية البيع هو بيخسر الشاري هذا العربون هذا القانون هيك بيقول فخليه مبلغ ما كتير كبير بتكمل الباقي عن عند فراغ العقار هذا مبدئيا كيف أنا يعني مبدئيا بيأضمن حق تماما أستاذي طيب في حل وجود إشارة على العقار كيف ممكن نحن نصرف شو الحل هون بهذه الطريقة تماما ما عليش أنا حابة بسلسل الموضوع شراء ومتقل لموضوع الإشارة أنا عملت أخراج قيد عقاري عملت عقد بيع بيني وبين الشاري شو الخطوات اللي بعدها بعدين أنا بديروح أعمل شي اسمه براءة ذمة مالية للعقار اللي هو بيتضمن شغلتين الشغلة الأولى الحصول على موافقة أمنية والشغلة الثانية أني أدفع ضريبة اسمه ضريبة البيوع العقارية اللي هي أقرت بالقانون 15 بعام 2017 على ما أعتقد يعني بس هي ضريبة البيوع العقارية فبعد ما أعمل ضريبة البيوع العقارية أنا بحصل على ذمة مالية برفقة بصورة مصدقة خلينا نقول القيمة الرائجة للعقار باخد ورقة براءة الزمة وباخد القيمة الرائجة للعقار صودة مصدقة عنها وبروح على مديرية المصالح العقارية هنيك بالتم عملية الفراغ ونقل الملكية طبعا بيدفع كمان ضريبة اسمه ضريبة رسوم التسجيل العقاري وقته بينتقل العقار ملكية العقار للشاري وبينزل على صحيفة العقار باسم الشاري هون أنا بكون حتى أنهي أنا فكرة فكرة بكون أتميت عملية البيع سألتيني هايدي سؤال عن الإشارات أول شي شو هي الإشارة شو معنات إشارة نحنا نسمع أنه فيه إشارة على صحيفة العقار خليني أقول لك أي إشكالية حول العقار نحنا منقول عنا إشارة فأي شي بيكون متعلق بالعقار مشكلة دعوة مرفوعة للعقار إشارة حجز مثلا إشارة استملاك أنا لما بستخرج إخراج قيد عقاري بيكون هاي الإشارات موجودة لذلك استخراج القيد العقاري موضوع كتير مهم لأنه بيكشف لي شو المشاكل اللي على هذا العقار طيب سؤالك هايدي هاي بالنسبة للإشارات كيف بحل موضوع الإشارات؟ الإشارات ما فيني حلها بطريقة وحدة لأنه هي إشارات مختلفة ممكن للإشارات اللي بشوفها هي إشارات تمنع من النقلة الملكية هلأ إذا كانت إشارة تحجز على العقار فحتما أنا ما فيني إلقى الملكية العقار محجوز عليه طيب إذا كانت أحيانا تكون إشارة مثلا خليني إلك لصالح المحافظة إنه في عمل فني بدنا يقوم فيه العقائي يصير بهذا العقار لصالح المعافظة إشارة تعهد بقرولك هاي الإشارة عادية ممكن أنا قوم بهذا العمل الفني على العقار وبالتالي يرقني الإشارة وينتهي شغلي مع المحافظة فهي الإشارة ما بتمنع أنه تنتقل ملكية العقار بس لما بشوف إشارة بيكون أنا مهمتي الأساسية أعرف من وين صدرت هاي الإشارة أحيانا الإشارة بتكون صادرة عن جهة قضائية عن محكمة إنه فيه نزاع على العقار فبالتالي أحد الأطراف حط إشارة بدي لاحق هاي الإصة بدي في شيء اسمه مرفق الإشارة بدي لاحق أشوف مصدرها أسبابها بالنتيجة اللي بدي وصلها أنا لحتى تكون بأمان رقن الإشارة يعني انتهي منها أحيانا بيكون فيه إشارة نتيجة دعوة معينة موضوع على صحيفة العقار الدعوة مثلا خلينا نقول شطبة بتصيط فالإشارة ما بعود إلى أي أهمية ولا أي قيمة تجاه أي حدث لذلك أنا لازم لاحق هذا الموضوع أعرف مصدر الإشارات أعرف أسبابها وحلها رقنا وانتهي منها وتكون أنا بأمان يعني ما فيني أنا كلما شفت إشارة على العقار قول أنا لأ معنات هذا العقار مو كل الإشارات حسب نوع الإشارة حسب مصدر الإشارة بتعامل معها بالنتيجة أن هدفي رقن الإشارات أو إذا الإشارات أصلا ما لا مهمة يعني هاي بالنسبة لسؤال الإشارة هاي بحاجة إلى واعي كتير مهم لحتى نقدر نحنا نفرق بنوع الإشارة ذكرت حضرتك نزاع حيانا الشخص بشتري العقار بتغافل عن موضوع البيان العقاري وفا بيطلع في ورثة دي العقار وفي إشارة حجز من أكتر من الشخص نحنا دائما نعرف أن الإشارة المحطوطة أول شيء الأقوى بموضوع الإشارات بهذا الوضع حيك شو الحلول القانونية أنا أولا أريد أن أقول ما هي المشاكل وبعدين سأقول لك ما هي الحلول لكن هناك نقاط مهمة كثيرا يجب أن تضوي عليها المشاكل التي تواجهنا بالعقارات أحيانا في عنا نوع من المشاكل أنا ذكرت الورسة هاي ورسة يعني فيه شيوع في عنا عقار يملكون أكثر من حدا هون ماشي الحال مو مشكلة لأنه أنت بتقدر تشتري حصة الشخص اللي باعك من الورسة أو إذا الورسة كلهم مكتفئين فبتشتري العقار منهم كلهم فبتشتري من مالك الأسهم مثلا أحد الورثة يملك لنفترض 12 سهم أو 1200 سهم من العقار فأنت كشاري بدك تشتري بس حصة اللي باعك مالك علاقة بالباقي لأنه كل واحد له حصة هذا موضوع فيه موضوع تاني كتير خطير رشاو وكتير عام نشوفه هن حالتين خليني قولون شخص يملك عقار ولكن باعه لأكتر من حدا وشخص لا يملك عقار ودعمه لكيته وباعه لشخص هذول حالتين حاب كتير ميز بيناتهم الحالة الأولى هو شخص يملك العقار فعلا عمل عقد بيع بينه وبين الشاري باعه أول مرة الصبح المسا باعه لحدة تاني صار نحنا قدامنا مالك حقيقي واثنين شاريين لهذا العقار بموجب عقدين هاي إشكالية كتير كبيرة أنا بدي أحكي قانون للأسف يعني خليني أقول لأسف لأنه هي وجهة نظري القانون تخيلوا أنه ما اعتبر عملية بيع الشخص الذي يملك العقار لأكتر من شارع احتيال ما اعتبر احتيال لأنه تعريف الاحتيال بالقانون السوري هو أنه لما الشخص بيبيع شيء لا يملكه وهو اعتبر طالما أنه في عقود ولكن اسم المالك ما زال في صحيفة السجل العقاري فهو ما زال مالك فهو باع شيء يملكه فلا تندرج هذه الجريمة تحت جريمة الاحتيال يعني تخيلي لما شخص بيبيع لشخص أول وبيبيع لشخص ثاني بموجب عقود هو غير لا يعتبره جريمة الاحتيال بيعتبره نزاع مدني والمحاكم المختصة هي المحاكم المدنية مع أنه أنا من وجهة نظري المفروض يعتبر هو جريمة الاحتيال لأنه البائع بمجرد ما كتب عقد البيع فهو يعلم تماما أن ملكية هذا العقار انتقلت منه للشاري حتى لو ما نفرغ بالسجل للعقاري وبالتالي لما باعه المرة الثانية فهو احتال هو باع شيء لا يملكه لذلك لازم تندرج تحت جريمة الاحتيال ولكن في وجهة نظر للقانون أكيد هو يعني ما بعرف على أنه اعتبار استناد ولكن بيعتبر أنه مجرمة الاحتيال هو نزاع مدني طيب نزاع مدني شو معنات نزاع مدني يعني خلص رحقه للزنم اللي اشترى يعني اللي اشترته أول مرة ونباع له تاني واحد بجوز تاني واحد رح حط إشارة على صحيفة العقار فصار هو الأحق بملكية العقار لأنه الأسبق بالإشارة رمض أنه الشاري الأول هو اللي اشترى قبله شو حلتها هي القصة؟ هلا أول شي بيس ديقول حلتها بالمحاكم لما بتصير وشو الوقاية مننا؟ لما بتصير بالمحاكم نحن قدام نزاع مدني بيقول لك أنه المفروض يترجع الحال لما كان عليه قبل كيف يعني؟ يعني لازم البائع يرجع له الثمن بس هاي إجراءات محاكم يعني بدك أنت نزاع يأخذ وقت ويأخذ جهد لحتى يرجع له الثمن ويأخذ تعويض عن الضرر اللي صابه نتيجة هاي العملية اللي صارية بس بهذا الوقت يعني يوم عن يوم عم تفرق تمام مادياً القصة يعني تمام هاي بالنسبة للحل هذا الحل للقانون لأنه ما اعتبروا احتيال بصراحة إرجاع الثمن والتعويض بتحمل الإجراءات وطولة المدة هون أنا بحمل الشاري مسئولية كتير كبيرة إنه كان المفروض يسأل أكثر ويعرف أكثر إنه هذا العقار فعلاً فيه حدا شاري قبل هذا البائع الحقيقي يعني هذا يستخرج إخراج قيد عقاري ما يطول بمعاملة الفراغ يعني يعني مثلاً لو هو مثال بسيط يمكن يوم الجمعة أعمل العقد الجمعة بيقول لك كيف يروح أفرغه اليوم عطلة رسمية عملت العقد بيني وبين البائع عند وسيط عقاري بس أنا ما فيقدر أفرغه بنفس اليوم وما بعد روح يعمل أصدر المعاملة ولا بقيت رحط إشارة طب لا تعملوا يوم جمعة يعني هي توعية للناس حاول لأنه اليوم نحن عن جد نتعرض كثير لإشكاليات هلأ الحالة الثانية اللي كنتي أحكي عنا هو لما الشخص بيعرف حاله لا يملك هذا العقار وبيروح ببيعه لشخص هون جريمة احتيال بتشمل المادة 141 من قانون العقوبات ليه؟ لأن الشخص لا يملك العقار وباعه فهون جريمة احتيال هي جريمة جزائية عقوبتها كبيرة حبس وغرامات وما إلى هنالك أحسن من أنه النزاع المدني طيب شو المطلوبة من الشارب هاي الحالة لهيك أنا قلت بالمرحلة الأولى لما بده يطلع إخراج قيد يتأكد من هوية البائع أنه فعلا هذا الشخص يملك العقار لحتى ما يقع بإشكالية كيف يمكن أن يتأكد هون إخراج القيد العقاري ما بيكون بإخراج القيد العقاري مذكور اسم المالك مفصل هويته للمالك كل شيء يتعلق نحن قالنا إخراج القيد هو بمثابة هوية للعقار بيان عائلة بتحسي تماما تماما يعني بتحمي نفسك من خلق أسواني ذكرتي شو قضائيا يعني شو اليوم العقوبات اللي ممكن الشخص المحتالي اللي بايع الشي مولائله هلأ الاحتيال هو عبارة عن جريمة جزائية حبس عدة سنوات طبعا حسب يعني تفاصيل الدعوة وتفاصيل الجريمة ولكن جرم جنائي لما بتقولي جرم جزائي يعني هو مو جنحة هو مو مخالفة هو عقوبة جنائية فوق الثلاث سنوات حبس حتما قولا واحدا مع إضافة إلى الغرامة بالإضافة إلى التعويض قد تكون غرامات ضئيلة يعني التعديلات الأخيرة بالقانون ولكن أنه في غرامة مادية خاصة للجرائم جزائية تكون يعني نوعا ما ماشي حالا تماما أستاذي كيف تم اليوم معاينة العقار المباع لضمان حقي كمشتري هلأ معاينة كمعاينة فيه بيقدر يروح يشوفه بس أنا بيعتبر إنه معاينة الفعلية القانونية للعقار هي إخراج القياد العقار هي إخراج القيد العقار الحديث يعني اليوم أنت لما باتتعين العقار هو الورقة هي الليل يتعين العقار لأنه هاي المواصفات مكتوبة بيقدر طبعا يروح يشوفه هاي لحتى يكون يعني يستنفز كل الوسائل والطرق الممكنة لأنه يضمن حقه المعلومات أهم العقار فيك بسهولة تعينية على أرض الواقع ولكن معلومات العقار المكتوبة اسم المالك العقار مساحة العقار أو وساط العقار هاي كلها بكون مسجلة بإخراج القيد العقار هاي إجراءات كتير بسيطة اليوم ممكن تبعدنا عن كل هاي الأصاص ونكون نحن بالسليم مثل ما بيقولوا يعني نرجع من أكد على موضوع أنه حضرتك مثل ما قلتي اليوم المواقع مليانية وأنتو حضرتكم كأساتي ما نكون عم تأثروا يعني عم شوفكم كيف شغالين على الصفحات وعم تبثوا عن مواضيع قانونية كتير مهمة شكرا لحضورك اليوم نتمنى لك عطلة كتير حلوة بعيدا عن المشاكل القانونية شكرا لأستاذ رانا أكيد أستاذ رانا نشكر كل المعلومات والتفاصيل المهمة اللي قدمتينيها بسباحنا لليوم نورتي صباحنا مساعة سهلة شكرا لكم